موسيقى عزيزي المشاهدين في كل مكان سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أهلا بكم مع حلقة جديدة من ساعة التربية التي آمل أن تكون مطورة أو مزيدة أو تعدل طريقة تعاملتنا وأسلوبنا في أسس العلاقات كلمة علاقات دايما هي روابط ما بين البشر أباء وأمهات أزواج وزوجات أبناء وأباء وبنات وأمهات اللي بنفهمه كل حلقة هو أن احنا بنخطط خريطة داخل المخ البشري لتعاملات البشر تعاملات البشر يحكمها هاهنا العقل مشاعرنا تجاه الآخر بيتحكم فيه العقل ألقنا على الشيء الغالي علينا مكمنه العقل إرادتنا ورغبتنا وتخططنا أساسه العقل والعقل ده مخ والمخ ده خلايا حية ربنا سبحانه وتعالى أو دعها داخل الجمجمة وميز الإنسان بالعقل ميز الإنسان بالقدرته على تطوير إمكانياته مش بس في الدراسة في أي حاجة مش بس في العلاقات في أي حاجة مش بس في المخاوف وأتعدها في كل حاجة مش بس أن أنا أكون خايف من المحاولة لأ ممكن تبقى بعد شوية متعود على المحاولة بعد كده بتتقن المحاولة بعد كده بتبدع فيها بعد كده بتبقى الماستر اللي هو يقدر يدي في التعاملات اللي كان في يوم من الأيام مش قادر يعملها فكرة إنك تطور تفكيرك أو تطور مخك أو تطور الخلايا أو تطور المراكز المخية المختلفة هي فكرة التبادل والتفاعل والمرواح والمجي وعلى فكرة من أسوأ الأشياء بل من أخطرها على الإطلاق في نمو المخ البشري عند الأطفال مثلا الصغيرين اللي هما لسه حيبتدوا يتكلموا حيبتدوا يمشوا حيبتدوا يتفاعلوا حيبتدوا ينتبهوا حيبتدوا يختاروا حيبتدوا يبقى منتبهين للنداءات والأوامر الشاشات ودي أكبر مثال من الأمثلة اللي بتقول إن المخ بيكبر مع التفاعل يعني أما يكون رايح جاي مخك عامل زي العضلة أما تحركها تبسطها أو تقبضها عاملة زي القلب لازم يستوعب في انبساطه ويوضع الدم عشان يضخ إلى كافة أنحاء الجسم وبالتالي المخ البشري قائم على التفاعل ما بين البني آدم اللي قدامه الطفل الصغير يوم ما يقعد قدام الشاشة سواء كان التلفزيون كارتون أنشيد قرآن أي مكان أو بيلعب على تلفون خلاص والأولاد بيبقوا في منتهى الأريحية في تعاملهم مع الأجهزة لكن ده بيولد نوع من أنواع الكسل في المخ يعني إيه الكسل الكسل في المراكز ضعف المراكز إيه للطاقة المراكز وبالتالي تلاقي الطفل اللي بيت بتفرج كتير كلامه أليل حتلاقي انتباهه ضعيف حتلاقي انتشاره الاجتماعي محدود بالإضافة إلى أنه ممكن انتباهه كمان يتأثر وشوية شوية ممكن يشبه بأنه عنده سمات من سمات التباعد الاجتماعي اللي بنسميه التوحد ولكن هو مش توحد صريح ولكن هو نوع من أنواع كسل المراكز المخية نتيجة لعدم التفاعل وبالتالي أول قاعدة بنضحها في الحياة أول قاعدة بنحطها في وقت من الأوقات هو التفاعل والتفاعل ده مش نفظي بس مش قولي بس ممكن يكون فعلي كمان ممكن يكون إحساس ومشاعر ممكن يكون حركة وبالتالي عشان ابني أو أبني علاقة سليمة داخل نفوس الأولاد لازم أتفاعل معهم بأساليب سليمة داخل نفوس الأولاد فلو عودت الولد على أنه ما يتحركش إلا بأمر مني وإني كثير التوجيه وإني كثير الانتقادات والتوجيه المستمر ممكن يكون نوع من أنواع الانتقاد مسألة إن إحنا بنتكلم على الدرجة اللي نقصة أو الحاجة المعيبة في الحاجة اللي عملها الطفل بس بصورة تصل للطفل إنك بتضخم الخطأ قوي يبتدو الطفل يتردد في إنه يعمل أو ما يعملش مش بس كده في أطفال كتير جدا بيبصوا في عينهم ماما عشان يشوفوا رد الفعل وبابا عشان يشوفوا رد الفعل وبالتالي بتتكون أول جزور التردد والخوف عند شخصية الطفل مع مرور الوقت حيبقى الطفل عبارة عن بطارية نايمة محتاجة دايما أشحن الأمر من ماما أو من بابا إن أنا أقوم أذاكر الأمر إن أنا أروح أيقل الأمر إن أنا أروح النادي إن أنا ألعب مع أصدقائي إن أنا أعمل كذا وبالتالي بأفقد ما يعرف في العلاقات إن الدية في العلاقة أو إن أنا أبقى فعال أو إن أنا أبقى مبادر أو إن أنا أبقى ليدر أو إن أنا أبقى صاحب شخصية الحاجة الأهم بتبتدي شخصيتي تبهت تبقى بهتة الشخصية البهتة دي اللي هي بتزق كل شويتين ما بتبقاش شخصية جذابة وبالتالي بتبقى ثقة بنفسي أقل تخيلوا أما طلع ابني بهذا المحتوى نتيجة لتفاعل خاطئ من البداية وهو كثرة النقد أو كثرة التوجيه أو الإسراع إلى مساعدة الطفل في محاولة منه إنه يقف على حاجة أو يعود على حاجة أو إنه هو يحرك حاجة بمبدأ الخوف على الطفل بمبدأ إن أنا ألأنا يقع أنا ألأنا كذا خدي كل تدابيرك المختلفة من الأمان لكن سي بي يحاول قبل كده قلنا في لحظة من اللحظات طفل عاوز يطلع على الكنبة خلاص والأم بتبصله حيتصرف إزاي نفس المشهد طفل عاوز يطلع على الكنبة والأم التانية بتبصله وبتجري عليه عشان تساعده إنه يقف على الكنبة فبتحط إيديها تحت رجله أو بتشيله عشان تحطه كتير من الأولاد بيرفضوا المساعدة كتير من الأولاد بيبقوا رفضين فكرة إنك تسعدني سيبني أحاول فتلاقي الطفل بمجرد ما أماما تقومه عشان يعود على الكنبة بينزل تاني عشان يطلع بنفسه وأول ما بيطلع بينزل ويطلع وينزل ويطلع ويتقلب الموضوع ضحك لإنه أنجز إنجاز باعتماده على نفسه نرجع للأم الأولانية اللي الطفل رايح بسرعة على الكنبة عشان يطلع عليها لقاها بيحط رجله كده فمش قادرة توصل فبيفكر يعمل إيه خلاص طفل كده عنده يعني سنة وعشر تشهر وبتشوفه بيبص على حواليه كده يعني بيدور على الحاجة فدخل المبخ خرج بالمبخ شادد الكرسي بتاع المبخ اللي ماما بتطلع عليه عشان تقدر تطول المكان بتاع الحاجات اللي محتوطة جوة التأفيلة بتاعت المبخ ويحطها جنب الكنبة ويطلع على السلم السغنون ده أو العتبة اللي ماما بتطلع عليها عشان يطلع على الكنبة عشان يحقق الانتصار عشان يقول أنا عملت حاجة وتلاقي الولد سعيد بيبتسم مبسوط محتاج تحية أولا الأم الأولانية دي محتاجة تحية لأنها ثابت ابنها يحاول في حاجة ممكن تكون صعبة والأول مرة بيتعود عليها بيش بس سابته ده خلته يفكر أنه يعمل حاجة خلاص مختلفة عن الآخرين خلاص ممكن أم تحط له دي لكن هي الأم انتظرت لحد ما قام بيها كده ابني دماغه بيبتدي يحل المشاكل أول خطوات حل المشاكل أو الخطوات أن ما فيش عقبة حتوقف قدامي لازم لها حل ولازم أفكر بنفسي ويبقى فيه انفراضية عند الطفل وبيبقى فيه نوع من أنواع الأنانية في فترة السنتين الأربعة وبالتالي أنا بحاول فسيبيني أحاول الأم التانية اللي حطت إيديها تحت رجل الطفل هي فكرت بطريقة ما بين ما بين أن تسيب الولد يقوم بالدور ويفكر للآخر وما بين أن ألقها كان أزيد أو إيمانها بابنها أنه يقدر يطلع ضعيف إيمانها أن ابنها ممكن يقع ويتقبط الخوف ده بيخليني أشوف ابني ضعيف عشان كده أما بنقول على الأولاد اللي عندهم سنتين أو ثلاثة أو أربعة أن إحنا نحط نظام الكلام اللي بيتقال دو لسة صغيرين هم فعلا لسة صغيرين مراكزهم محتاجة نمو هتموا إزاي لو فضلت لو فضلت أقول أخلي ابني ما يعملش حاجة وعمله كل حاجة من أول النزول من على السرير من أول اللبس اللي هو بيحاول يلبسه أنت بتلبسه له الشوزة اللي بيتحطه له وبتركبه له وبتلبسه له الأكل وانت بتديله بنفسه وتجري وراه ويا حبيبي وشوفه القطر رايح فين وجاي منين وعامل فين ويا سلام لو رجع من الحضانة زعلان أصلي زميل وضرب ولازم أروح تاني يوم عشان أخد حق ابني من الطفل اللي هو في كيجي أو في أربع سنين أو ثلاث سنين أو الولد المجرم ده اللي عنده ثلاث سنين اللي زائي ابني اللي عنده ثلاث سنين حيات كده كلها بتعمل نوع من أنواع التشوه في تركيبة شخصية ابني اللي على أساسها حيبني علاقته بالمجتمع الكبير في أم تقول في أم من أمهات في نادي كده والولد بيزقه بعض كده كل واحد بيزقه بعض في البتاع بتاعتك فواحد زي ابنها إزاي وقالة بتديني وأنا عاوزة مدين النادي وأنا عاوزة وأنت ابنك ضرب بابنك وأنت عملت وأنت سويت وأنت كذا وأنت كذا إيه الرسالة اللي ماما ممكن توصلها في اللحظة دي للطفل الصغير أنت ضعيف جدا محتاج دايما حماية محتاج ظهر ما تقدرش تقوم بنفسك وبالتالي لازم في أسس العلاقات لابد من يكون أساس تفكيري وأساس تكويني متين عشان أقدر أتعامل مع المجتمع اللي عاشوفه الطفل اللي طلع فوق العتبة وطلع فوق الكنبة ده يقدر يحل مشاكله للمستقبل جدا تخيل من موقف تقدر 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 تتخيل وتتصور ده الطفل ده هيبقى الصعب عنده سهل بالعكس ده بيحب المسائل الصعبة أكتر من السهلة الطفل ده هيبقى عنده مبادرة عنده مبادقة عنده دافعية عنده ما فيش حاجة بتحده عاوز يوصل عاوز يكمل عنده طموح للوصول لأنه نجح لكن الأم اللي جات جاري وشلت ابنها على الكنبة وحطته ووصلت له الإحساس أنك لا تستطيع أن تقوم بشيء إلا بمساعدتي دي نمرة واحد عشان كده بعض أوقات الولد ممكن ينزل لوحده يعضي عاية دقيقة ما علش عشان يسكت نزله من على الكنبة ما هو يعرف يا ماما ينزل ما علش حبيبي خايف أصلا خوك تغير لسه لسه خايف وهي مش واخدة بقالها أنها بتحط أول علامات الاعتمادية على حضرتك الاعتمادية على حضرتك فيه كل شيء في القول والفعل بما أنك أنت موجودة وبالتالي يوم يوم مضرب مصمار في نعش ابني وده تعبير صعب جدا نعش شخصية ابني يبقى وجه بزيادة دورنا إن إحنا نوجه دورنا إن إحنا نبقى نقولهم على الغلط دورنا إن إحنا نقولهم على الصح دورنا إن إحنا نقولهم عملوا وعملوا وعملوا دورنا دايما إن نحفزهم وتحفزنا لازم يكون بإن اشمعنا فلان اشمعنا فلان اشمعنا علان شوف أخوك شوف ابن خلتك شوف كذا شوف كذا شوف كذا لإن إحنا دايما بنبص للفوق ما بنبصش للتاحت ودي ما قولت كتير من الأمهات يوم ما بتتكلم معاها لكن هي مش واخدة بالها إن الطفل اللي كان بيحفظ القرآن واللي كان بيروح التمرين واللي كان بيعدي يذاكر معاك يجي على سن ثمان سنين زهق اف بقى والولد بقى عوده بدأ ينشف وبالتالي يبتدي أداءاته تنخفض دي أول علامة ما يعانيتش ما يقولش لا بس أداءاته تنخفض يبتدي في التدريب ما بيتدربش قوي ماله كده مكسل في الحفظ لا ده واضح إن محتاجة تعودي معاه كتير عشان يقدر يحفظ في المذاكرة يماطل عشان يقعد في حاضر ونعم بقى ما بيقولش إيه ده والواد ما يلو إيه اللي حصله يعني في حاجة حصلت له الولد معلمينه كله أسس إنه يشتغل ويبقى رياض ويبقى كذا ويبقى كذا ويبقى كذا فين المشكلة المشكلة الحقيقية في الأمر إن إحنا كبشر زي أي منظومة في الدنيا لازم تاخد عشان تدي لازم أخد عشان أدي المخ البشري لازم يتفاعل ما فيش الشمعة التي تحترق لتضيء طريق الآخرين دي كذبة كانت في يوم من الأيام موجودة وبتطلق على الأمهات والناس بينطلوا والناس شمعة تحترق في سبيل لا أنت شمعة تحتاجي إلى أكسوجين عشان تفضلي تاخدي تاخدي أكسوجين عشان تفضلي منورة عشان يقدر الناس يكملوا سكتهم الحياة كده الحياة عامل زي بالظبط مضخة القلب لازم تنبسط مضخة القلب وتتملي بالدم وتقذفه إلى جميع أجزاء الجسم عبر الشرايين المختلفة هي دي العلاقات بتبنى كده في تركبتها بتبنى كده فعشان كده ابني يوم ما يلاقي أن كل أداءاته لم تصل لمرحلة الرضة التام عند الأمهات بالرغم من أنه هو في وقت من الأوقات ما كانش حافظ حاجة بقى حافظ حاجة ما كانش بيلعب بقى يلعب ما كانش بيذاكر بقى دقي يذاكر ما كانش بيقول حاضر بدأ يقول حاضر ويقول العاقات بتاعه عامل زي فين التفاعل بقى التفاعل منتهى البرود ما هو كل كويس قوي إن إحنا موفرين إمكانيات إنك تروح تلعب في إنت مش أقل من فلان وفلان عشان تبقى كويس في الكورة ولا كويس في الباسكت ولا كويس في الدراسة ولا كويس في القرآن ولا كويس في كذا إنت بتتكلم فيه ده الطبيعي الطبيعي العادي الطبيعي أنا معرفش هو ده الطبيعي العادي المفروض عمر ما كان ده العادي والمفروض بالعكس أنا ببيكل حاجة أما تي تعمل تخلي بني آدم يبقى عنده قدرة تلاحظ أن معظم قدرات الطفل وهو صغير بيبقى رد فعلنا فيها إيه تشجيع تشجيع يا أخوانا أنا عاوز بس حد يقول لي أن ما شاف أول ابتسامة لابنه أو بنته وهو صغير وتقعد تحط صبعك بخفة جنب كده الشفايف عشان يعني تخلي العضلة تنقبض عشان يبتسم أنت كنت في حالة من الاستمتاع بضحكة البنت أو ضحكة الولد أنت كنت منتظر منتظر بلاحفة أن يبتسم مرة أخرى أنت عارف أما زوجتك كانت بتقول أول ما بيسمع صوتك وهو عنده ستة أشهر أو خمسة أشهر بيتلفت ناحية الصوت ده بدأ يميزك يا أبو أحمد تخيل أحمد بدأ يميزك تبقى في منتع السعادة وتيجي جنب الباب وتتكلم عشان تشوف الحركة بتاعت العين اللي بتتحرك ناحيتك وبالتالي أنت بتنمي قدرة عند الطفل بتشجيع بتفاعل بمجرد أن الطفل يبتدي يقعد 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 مسنود كده سندينه كده بمخدة ولا سندينه وببتع بنبقى يعني إحنا إيه ده الأسلوب التلقائي بتاع الحاجة الصغيرة دي اللي بتكبر قدامنا وبنبقى سعداء بلبلبتها سعداء بالكلام الجميل اللي ممكن يتقال وبنبقى عاملين زي العبط لو حد شايفنا من بعيد الجماعة دول عبط بيتكلموا كده ليه زي الطفل الصغير عشان نحفزه إنك تتكلم الله هو اتكلم لا ما تكلمش أمال حضرتك عامل زي العبط اللي بت بتشجعه ليه لقي إن السيادتك عارف كويس قوي إن هو دي الوسيلة الطبيعية الفطرية لاستمرار الطفل في العمل وما يبتدي الولد يتكلم بيستعرض الكلام وما بتزهقش منه بتزهقش منه وتبتدي تقول الكلمة ويكررها وتبقى سعيدة ومبسوطة جدا كده بتبنى أول حركة أول حب ردود الأفعال عاملة قدرة يحصل كب هو بيحب ينام الظهر ولو ما نمش الظهر حيقوم متعكر وطالما نم متعكر ليه لها تبقى بيض علي إن أنا حبات طول الوقت في الصالة عشان هو عاوز ينام جوا القوضة والصالة حر وحرام بعيد عن التكييف اللي هي هكذا وبتبقى المنظومة كده طيب ليه بنضغير ليه ما بنمشيش على نفس النسق ليه بنسيب ابني يمشي من غير ملمسه وبسقف له وليه أول ما يقع في مشكلة من المشاكل بحط مراخلي فيها وبحاول أنتقد وبحاول أعيب وبحاول أعمل عامل زي طفل بيبتدي يمشي ده 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 مكسح الواد مكسح سمعته حد قبل كده شاف ابنه هو بيتحرك قال ده مكسح لكن إحنا عندنا القدرة إن إحنا نقدر نقول لأولادنا يا غبي يا حمار يا باغل يا حطور يا زيل فيل شوفت شو شكله زيل فيل بالوقت بيتحك كرش وبيضحك معاك من قد تتكر إيه اللي بيحصل إيه اللي بيحصل هو ده اللي بيخلي فيه ضعف في المراكز المخية الخاصة بالعلاقات الإنسانية والتعامل والتعامل مع البشر والتعامل مع الدنيا والتعامل مع الحياة لو أرجع لكم الولد اللي عنده ثمان سنين اللي كان متفوق وماما 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 وحضرتك كوتي بتبصيه برافو عليك حبيب قلبي من غير اهتماما وأول ما يغلط يا انها ربيض حلو حلو غلط عندنا طاقات سلبية بقى كلها هاو ستطلح يا لهوي واحنا بنشوف في الدنيا قليل ده بقى سنزل للشارع باخد يعني عبق من الطاقة السلبية اللي ممكن تخلي البني آدم يفرع وأول ما يغلط أول ما يغلط ألاقي الوش تجهم جسمك بلغته تنم على القرف وفي نفس الوقت ألفاظ حادة وإزاي تغلط غلط زي ده وإحنا أصرنا في إيه في تربيتك أنت مش شايف أن بابا تعبان وشايف أن أنا تعبانة يا أخي حس على دمك دي غلطة تغلطها دي مسألة تقف قدامك كان دماغك فيه وإنت بتحل المسألة دي ويا سلام بقى لو الولد استذرف في وسط الكلام عاوز يخفف حدة المذاكرة بتاعة ماما ممكن نلطش ما تركز يا أخي بطل بقى ما تطلعش لعبيوت أبو ثمان سنين دا خلاص بمقاش عنده الدافع لأن الحافز الحقيقي الواحد بيبقى عنده حافز داخلي آه لكن عاوز من الناس يقول أحسنت الكروب بتاع الشغل هنا في الحلقة أما بخلص بيقوله أحسنت يا دكتور تعرفين كلمة دي بتخش إزاي بتخش جوه القلب وتمخمخ كده لك أنك عامل دماغ مش إعجابا بنفسك بقدر ما أنك أنت ممكن تكون عملت حاجة مفيدة كنت خارج من البيت وربنا رزقك رزق الرزق دا شوية معلومات تقالت ونقطة مترتبة الشحط اللي زي محتاج الكلمة دي ما بالك بقى بأولادك الصغار اللي بيكبروا قدام عينيك اللي هما مش أسمنت مش حجر مش طوب بتكسر فيها لأ دي مراكز مقرية بتموا عبر الأوقات عشان كده تلاقي الولد الأول في بعض أوقات بنتعلم فيه التربية فبنعتقد إن إحنا لازم نقوله كل حاجة ونواجهه كل حاجة فيطلع الولد يعيني اجتماعي كده مغلق كده ومكسوف وكسوف وشخصيته ضعيفة ومعرفش إيه بتاعه والكلام ده إنتوا عارفين بابا وماما بيعملوا إيه في الطفل التاني يروحوا سايبينه على راحته الوقت يفرد ويبقى محل إعجاب الآخرين الطفل التاني ويعقد الأولاني مين صنع بداية تكوين شخصية الطفل الأولاني أبوهم تخيل بقى أما أما بابا أو بابا بقى يكلم كده ويقوله شوف أخوك صغير بقى وهو بيكلم عامل جاي شوف أخوك لطيف إزاي بيخش يسلم كده وبتاعه وانت كده مكسوف شغل الستات ده والبنات ده والبتاع يا قد استقوى يا قد كده خليك زيب أبوك أبوك ومعرفش والله لو قلت مليون كلمة أنت قسرته لازم الأول تعيد له الثقة وما تعيد له الثقة تعرف الطريقة اللي تقدر تتكلم بيها لأن سيادتك طريقة كلامك دي غير مريحة بالمرة عشان كده أولاد نفسنا المراقب يصلوا لدرجة من الإشباع إحدى البنات اللي عندهم 17 سنة بنت كانت متوقدة جدا ذهنيا وزكائها عالي وقدرتها وإمكانياتها عالية جدا خلاص أمها جايبا عشان عنيدة عشان البنت عنيدة 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 دماغ 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 يعني البنت هي فعلا في التعاملات بقت صعبة المرأس قالتلي أنا ما عملتش أكتر من أنه قلت بابا ماما وتعلمت منهم إزاي بقى عنيدة وتعلمت منهم إزاي يبقى عندي الأدوات اللي قدر أضعط بها عليهم بس أنا أشتر منهم بابا ماما ممكن يجلهم ضغط لأن سنهم كبير ويجلهم سكر لأن سنهم كبير لأنهم بيبقوا محروقين قوي ومتضيقين قوي وأنا اللي أسعب برده لا حيجيلي ده ولا حيجيلي ده ولا حيجيلي ده وحفضل على عوجتي لحد ما يعدلوا طريقتهم هات صارة يا سيدي صارة السلام عليكم أهاتفضلي فان دكتور وانا كان عادي شبكي سنين ماشي وكان ليه بابايا وانتصر عمو سنين يعني كوزي بابايتها متجاوز وانت عمو مش ماشي بعدين بابايا ترافة بس أنا كنت ما كنت باكدين مش كنت بسعلم مني أنا عاوض رفو كز علي مني ولا لأ لشان ما كنتش بسعلم علي وانت عندي كم سنة اللي تصار اي انت عندي كم سنة 28 سنة ماشي ماشي طيب هي سارة طبعا اولا هي سارة 27 سنة بتسأل سؤال هو هو معرفش هو شكل ونسق السؤال دين هل هل هو زعلان بصي ما فيش حد زعلان حي او ميت ما فيه 13 من الاخر فلو بابا زعلان المراضية الاساسية اللي موجودة ان انا اسكره دائما بالخير ودقيله ولد صالح يدعو له والولد هو بنت هي الاشكال الوحيد اللي لفتت انتباهي صار لي ان البنوتة كبرت وهي واخدة دور مش دورها الاب بتزوج مرة اخرى بغض النظر عن موقف الزوجة الاولى وبغض النظر عن موقف الزوجة التانية اللي ولاد ملهمش في هذه الليلة يظل ده بابا زي ما تظل دي ماما الكارسى اللي بنعملها ان احنا نصور ان احنا يوم ما بابا ارتبط باخرى بعكو واشتراها لو كان بيحبكم ما كانش راح وفيه امهات جبارين انتوا من تعاملاتكم او اب جبار من تعاملاتكم رحت ارتبط عشان نلاقي الهدوء والراحة والسكينة لكن الخطر الاكبر في الموضوع الخطر الاكبر في الموضوع ان احنا نركب الاولاد ادوار الكبار ونبتدي يبقوا اسلحة في ادينا او ادوات في ادينا بتتمطوح ما بين بابا وما بين ماما وهم عاوزين يقولوا فككو انت تروح تتجاوز انت ما ترضيش انت تبقى متدايقة انت تبقى مقريفة انت مش مبسوطة كزوجة بس لازم تبقى كأم ما بيضايرش دورك الاولاد ما بيخشوش في اللعبة دي في المنظومة دي في الكيان ده ما بيخشوش لان ده ظلمة حقيقة لأسباب كتيرة لأسباب ان احنا بنخبط في قواعد ربنا حطف يعني من 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 بعثة الرسول النهاردة في قرآن يتلى وبالتالي الراجل راح يجوز ارتكب خطأ نفسي وانساني وبدني ومادي في حق الزوج من فضل حضرتك اما ان الولاد دول يعيشوا في سلام ونحجم عليهم كده خلاص ونبتدي نفكر ازاي يطلعوا كويسين ما هو الزوج خلع يبقى يبقى حقل على اليال كمان لا يبقى ركز مع الاولاد ودي مهمة مش قادرة اطلعي ضغطك بيعلى من فكرة الارتباط الثاني اطلعي لكن ما تستخدميش الاولاد كوسيل الضغط لا من قريب ولا من بعيد تفطري قلب الاب او تفطر قلب الام باسم النزاع القائمة بين زوجين اللي منفترض فيهم الاهلية وفيهم العقلية وفيهم الذهن وفيهم 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 اي اتنين مختلفين عن بعض تماما يمكن ان يتفقوا على شيء بريء جدا اللي هي النطفة اللي محتاجين نفتح اليوتيوب دلوقتي ونشوف النطفة الصغيرة الكائن البسيط اللي كبر معانا اللي اتطور حياته اللي وصل لمرحلة هل من حق ايه اتبح اخلاقيات الاب قدام الاولاد او اسيل دم ام اخلاقيا قدام الاولاد عشان اصلها مشت عفوا يعني انا مش قصدي حاجة بس سارة فتحت مواضيع مواضيع جبارة مواضيع جبارة فيه ام ممكن تقولك ايه بص بقى انت روحت تجاوز تاني احنا بقى كتجي بقى انا وعيالي يعني ايه يعني لو سمحت بقى ليك حياتك لا اخد بالك انت بترتكب اولا نمر رقم واحد دهوى نفس دي انت بتستخدمي دلوقتي الاساليب الغير اخلاقية في التعامل مع الحالة عشان كده انا من اعظم الشخصيات اللي شفتها في حياتي شخصيات زوجات المرضى النفسيين اللي عندهم امراض مزمنة زي الفصام او الاتراب الثناء الكب او الاترابات الزهنية انت عارفين دي امراض عقلية بتذهب العقل لازم اكمل دي وكان الاولاد يجوي يسألوا وفي بابا بيكلم الحيطة بابا بيكلم نفسه بابا بيضحك في الشارع الناس بيقول عليه ابوك مجنون ابوك كذا ابوك كذا ابوك كذا وكانت الام حائط صد منيع بتفهم الاولاد يعني ايه ابتلاء ويعني ايه مرض ويعني ايه ان بابا يعني مبتلأ ابتلاء كبير في حياته وان احنا عمرنا ابدا ما بنقول الفاظ او نقلل من قيمة الاب نتيجة لضعفه في اي عامل من العوامل عشان كده هتلاقي اعظم الزوجات بتوقع الامراض النفسية راجل يوم بلغبط وبيعمل على روحه وساعة الحالة ما تكون شديدة والمنظر صعب وساعات يبقى عنيف وساعات يبقى مغيب وساعات كذا وساعات كذا وهي تعمل صور صور كامل موجود في يوم الامس سألت الزوجة قلت لها انت مكملة ليه يعني مكملة ليه سألت لها عشان دول قلت لها عشان دول ايه عشان دول لازم يشوف طابع العلاقة دي عشان اما تكبر تبقى ظهر الجزهة بنتي واما يكبر يعطف على زوجته وان الضعف الانساني المتولد من اي ابتلاء عمره مكان سبة وده مريض وعقلي لكن اللي بنعمله بساعة الجواز والطلاق والتعدد وغيره هي قنابل موقوطة بتنفجر في مين فينا احنا يعني يعني انا اعرف ام في غاية التدين واب في غاية التدين واقصب بالتدين اللي هو انه بيصلي وبيصوم وصحقه وغلطه المفروض ومش المفروض تزوجه ما دمعتها على خداه اذا كان متدين بقى عامل كذا فيوم يقول لا باباها صليتي ولا ما صليتيش ممكن تقوله ما لكش دعا او تقوله صليت وبيه ما صليتش ممكن تاخد دور الام فيناده وتتكلم على الالوهية وتتكلم على الافكار اللي دلوقتي موجودة على النت كتير فتحس كده الاب الاب حس بزنب انا السبب انا الغلط انا المفروض ما كنتش عامل كده الام تقول طب انا ايه اللي خلاني خليت البنت في وسط المشكلة اللي موجودة هذه العلاقات تبنى علاقات غير آمنة علاقات غير مستقرة مش لبيوت غير مستقرة لان الاب اب والام ام اما ربنا ادى الحق في الطلاق ادى الحق في العدالة في انك تفضل اب طول عمرك وام طول عمرك ماينفعش ام يقول انا مروح انا مشابق ام ولا ابي ماينفعش ممكن توقعها مش عاوزها بازوك لها فصلة لكن ابدا واطلاقا ان يستخدم الاطفال بمفهوم العشيرة والانتصار اما تكونوا معايا واما تكونوا معاها كتنينيلة مع مين مع مين كده كده ما بتحبوش امكم طالما بتتكلموا مع باباكم وكده ما بتحبوش ماماتكم عشان بتتكلموا ما عرفش ايه ده ايه ضيلمة دي بنت ست سنين ما بتتكلمش باباها اتخيل وهي تفهم في ايه تجوز انا متجوز ايه 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 الفايدة ايه الفايدة العائدة على هذه التطلس وانها عندها 27 سنة متأثرة جدا انها كانت في وقت من الاوقات قبل وفاة والدها ما كانتش بتتصل به والله انت جدع يا سالي ان لسه لك قلب ينضض متأثرة لكن في الدعوات ما انت خلاص عندك القدرة دلوقت انك تعرف السكة الدعاء صدقات خلاص دايما تتكلمي على مناقب بابا الكويس على مناقب بابا الكويس تعيديه الى الطليعتين بعد ما اختفى تتكلمي ان انا ما كنتش شايفة ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده عشان كان فيه مشكلة اسمها امي وقفالي بالمرصاد ابدا اطلاق وديتينا في حتة تانية يا سالي بس هي في نفس المواضيع العلاقات واسس العلاقات وبناءها الحقيقي خلاص وبالتالي الطفل الصغير اللي بساعده هو هو احنا كاكبار بردكم ساعد انا شخصيا احب حد يقول لي احسنت بيني وبينه كده عشان يقول لي والله انا استفدت من المعلومة الفلانية ببقى في منتهى السعادة اما ببقى ماشي في الشارع وحد كده اب بيسلم علي قبل كورونا طبعا والتباعد والاجتماع اللي موجود انا سمعت حاجة معينة من ساعتها انا ما مدتش ايدي على ابني من ساعة ما سمعتك وانت بتقول الحاجة الفلانية انا بقيتش اعملها ما بقيتش قارن خلاص وهكذا انا كشخصة هو زي ما انا قلتلكم شحط بحتاج ده الاطفال في الاعمار السنية المختلفة بحتاجة نقطة التشجيع التحفيز خلاص وانما تلاقي ان ابنك بيتدلع على حضرتك فبتشجعي وبالرغم من كده ما بيعملش نبتدي نقص قصريشه نبتدي نشيل الحاجات اللذيذة الظريفة اللي بنعملها لانك ما بتقديش الحاجات اللي المطبوبة منك وبالتالي كل الشيء بتمنه كل الشيء بقردته رضا ربنا سبحانه وتعالى عن خلاص ان احنا نبقى عباد لله فيونان علينا بالرضا بس لازم نبقى عباد وكذلك الاولاد لازم اكون علاقتي بيهم بهذا المنظر عشان تبقى علاقة سليمة سوية لو تعلم الطفل من الصغر ان مع التعب بيحصد ان مع التعب بيطعم اما مع التعب بيلعب اما مع التعب بيأخذ حيتعلم انه لازم يكتعد عشان يحصل على الاشياء هيتعلم ان الحياة مش مش وردية ولكن في وقت هتعب فيه وبز الجهد في سبيل الحصول على الاشياء عشان كده الاحساس بان التعليم ما بقاش مهم وان اي شهادة والسلام وديبلوم زي جامعة كله بيشتغل في كله وما بقاش حد بيشتغل في تخصصه انا ايه اللي خليني اجتهد طب ما نفسكش تطلع حاجة معينة لا لا ماليش نفسي طب ما نفسكش معرفش ايه كل ده طالع لوحده كده شطاني من المجتمع واليوتيوب والجماعة اللي بياخدوا معرفش ايه وعملين ايه لا ده لاني انا كبابة وماما تبعادنا وما اصلناش العلاقات النجاح انواع انا نفسي في امني نوع من انواع النجاح ده مهم عشان يقدر الطفل يوصل له عشان كده بقول ان الكتير من الاطفال او الاولاد او المراهقين او الكبار اللي بيتولدوا بيبقى عندهم اهلا في المستقبل اكتئاب مخاوف وسوسة اضطراب في طريقات التفكير في التعاملات الاسرية والانسانية نابع من التعاملات الاسرية من البداية حبيب ماما اللي مش هتقدر مشاكل جزها حبيب ماما اللي هي يعني تؤمر تتطاع باي صورة من الصور وباي شكل من الاشكال حبيب ماما اللي المفروض ان كل حاجة تجيلها وما تتطاعبش بحاجة عشان هي ما تتطاعبش بحاجة انا انا كبرت كده انا انا انت عارف ان انت خطبتني وتجوزتني وانا كده فما تتحاولش بقى تطفين النمو في تركيبة الشخصيات اقف انا انا اتا احمد استاذ احمد اتفضل السلام عليكم وعليكم السلام استاذ احمد بل حباتك يا دكتور انا عندي ولد هو السن 11 سنة تمام تمام فمشكلته ان هو موت من كرسون ويعود يلعب كتير وكان مشاكل كان يعني كان بيأكل كتير وجسمه مليان وكده فانا هو طلب مني لما شفقه يتفوق يعني في المذاكرة وفي القرآن وحفظ القرآن وبقى معك لفون فهو طبعا انا ايه يعني قلت له لو انت عاود تبقى زي عبد الرحمن كده ولد كويس تعمل ايه فانا عاوزك تخص وتديني ايه اهمية اذا انا قدرت عقلك فلا يتمتدى فعلا التزم ان هو اكله يبقى مظبوط ياكل خويس ابتدى يخص فعلا ابتدى يلتزم بس مشكلته يمسك الكتاب بتاع المذاكرة او اي حاجة مرة واحدة كده يسرح مع التلفزيون مامتو ما تكونش موجودة امواخد الرمود يحوي يعني في حالة كده واحد يجي يكلمه يبقى مثلا ممكن ما ينتبهلوش كلامه كلامه كي مشكلة يعني حتى معرفش بعد العملية ان انا عملتها له كان عمل عمليات لحمية وعمليات اللوت ما عرفش بقى كلامه حس ان هو مش مضبوط امش عاد ما عرفش حس ان يعني حتى انا بتكلم مع واحد زمين اللي يقلم متعريض على دكتور نفس الممكن يكون في حاجة نفسيته تعباء او في حاجة انا بقى هي مش نفسيته يا استاذ احمد مش نفسيته لا هو هو اصلا الولد يعني بيقدر يوصف موقف يعني يقدر يشرح لك موقف حصل منهير ما تسأله يشرح الموقف زي اي حاجة بتحصل في البيت في البداية لا هو كالطبيعي يقدر كالطبيعي يعني اي حاجة يعني مش شاطئ اخ لا مثلا يجي يقولي عبد الرحمن يا باب عمل كذا مش عارف لي كذا يعني مفيش حاجة تاخد منه القصة كاملة يعني بتقدر تاخد ولا بيتوه منه معلومات لا هو تاخد بيتكلم اه بس ممكن مثلا ممكن تاخد يوصل حاجة كويسة وممكن حاجة كمسيها منه ما يجيبش حاجة ايجابية طيب حاضر انا هرد على حضرتك حاضر هرد على حضرتك حاضر هو هو طبعا السؤال ده مهم اوي ويحتاج الى كثير من الشرح لكن ببساطة ابنك اللي عنده 11 سنة ده اللي قعد قدام الكرتون فترات طويلة الشخص الكرتوني زي ما بيقولوا في بعض اولاد طبيعة الجهاز العصبي بتاعهم لاستقبالهم للمؤثرات بتاعة الشاشة بتؤدي الى تشتت الانتباه فدايما نقول ان اللي بيتفرق على الشاشات نسبة منهم بيبقوا مشتتين في الانتباه في حاجة مهمة حضرتك ذكرتها برضو علميا ان وجود اللحمية والتهابات المتكررة وتضخم اللوزتين ده بيؤدي الى قلة التركيز وساعات التحصيل ما بيبقاش ساعات عالي وساعات مش عالي الولد عنده ارادة واضح انه عنده ارادة واضح انك شجعته خلاص ولازم تستمر التشجيعه الولد ده محتاج يلعب رياضة ده مبدئيا عشان عنده طاقة بزيادة لانه جزء من تشتت الانتباه زيادة الطاقة اللي موجودة عند الطفل الحاجة التانية نظام الاكل الحاجات الحريفة او الحاجات اللي بيبقى فيها زي المايونيز زي الكاتشوب زي الحاجات اللي هي الجانك فودز كلها اللي هي اللي موجودة دي بتؤدي الى تشتت في الانتباه اي حاجة في النشويات كميات كديرة برضو تشتت في الانتباه فيستحسن انه يأكل شوية بروتينات على شوية سلطة على شوية رز خفاف او حفنتين مكارونا عشان يبقى متوازن بالنسباله الاكل الحاجة التالتة تشتت الانتباه اللي حضرتك بتتكلم عليه ده ده معناه ان ابنك ما يقدرش يركز على الكورس بتاعه اكتر من تلت ساعة وبالتالي حضرتك اوتوماتيك يقعد تلت ساعة يخلص على طول الايه الحاجة اللي وراه خمس دقايق ويرجع تاني تلت ساعة ما فيش حد بيذاكر ابدا وقدامه التلفزيون او صوت التلفزيون او صوت جنبه بتناقش معاه ده حيتشتت حيتشتت وبالتالي يبقى هو فوق اوضة والوحده الواجب قدامه يقعد تلت ساعة مع حده فوق راسه عشان التشتت ده يتحسن في نفس الوقت ما فيش مسيرات حواليه يقدر يكمل تلت ساعة وخمس دقايق يريح وبعد كده تلت ساعة يوم ما تبقى اربعين دي في الساعة الولاد قادر على ان يعد ده يقدر يحصل افضل لكن لو زاد موضوع تشتت الانتباه واثر على درجاته بشكل واضح اقل من 75% دي محتاج طبيب نفسي طبيب نفسي في نقطة تركيز طبيب نفسي في نقطة الارتكاز طبيب نفسي في نقطة السراحان ان دماغهم ما تبقى الصفية لان الاولاد اللي زيدول تقعد تذاكر معهم وتبقى يعني طلعان عينك وتلاقيه شوية كده هو اللعبة انت كنت راحتين اللعبة على البالي انت وفين يا ابن احنا بنتكلم في المذاكرة ايه اللي جاب اللعبة دي فالتشتت ده مطلوب يتعالج لانه هيؤثر في تركيبة الشخصية هيخليني مهزوش شويتين هيخليني مندافع حبتين هيخليني مش شاطر زي ما بابا متصور وده دورك دورك يعني ايه انا لو ابني عنده اصر نظر او طول نظر خلاص انا مسئول مسئولية كاملة ان انا نروح لدكتور امراض عيون عشان لازم يقيس النظر خلاص ويلبس النظار لو سمع الولد تأثر كان في ارتشاح وراء الازن او غير وده ممكن سبب من اسباب اللي موجودة عند الولد يبقى في الكلاب يبقى بروح ولو محتاج سماعة حركب له سماعة الانتباه والتركيز مش الزكاء انا ما بتكلمش على الزكاء هو زكي واخو زكي وقدراتهم حلوة وامكاناتهم جميلة لكن في بعض اوقات التركيز عامل زي المراية اللي بشوف فيها التفاصيل فالمراية دي مغبشة هيطلع لي المعلومات مغبشة وبالتالي المستوى العلمي يبتديها تأثر يبقى ما يعندوش دافعية ما بيحبش القعدة الكتير لان التركيز عنده قليل التركيز عامل زي اسر النظر وطول النظر السمع وافتقاده التركيز شيء مهم دلوقتي مع وجود التابلت والحاجات الشاشات المختلفة اصبحت النسب تعالو في التركيز فبتأثر بتأثر مبدئيا دراسيا ثانيا في تركيبة الشخصية لان الطفل المشتت عام ما تنسقته بنفسه بتبقى ضعيفة وبيبقى مندفع ويبقى عنده مخاوف ويبقى في كتير من الاحيان نظرة خبت الامل بتاعت بابا ونظرة خبت الامل بتاعت ماما في نتائجه بالرغم ان احنا تعبنا معاك وجبنا لك دروس ويشوف عبد الرحمن بقى شاطر ازاي وهو شاطر بس عبد الرحمن ما عندوش اللي التركيز عبد الرحمن ما كانش عنده حاجة تؤثر في التحصيل الدراسي فعشان كده ما نقارنش بينهم لان المقارنة هنا غير عادلة لازم يتساول الاتنين في كل شيء وخصوصا من النواحي الطبية مسألة اللي التركيز لها علاجها الطبي اللي موجود عند الطب النفسي الاندفاع نفس الحكاية السراحان نفس الحكاية صعوبات في بعض المواد نفس الحكاية وبعد كده الطبي حيوجهك هيقولك ده محتاج درس ده محتاج مدرس خاص ده محتاج دواء ده محتاج تدريب اي مكان اللي مقليط احنا قدامنا قدي ايها والله والله فالسؤال مهم او يا ابو احمد او الاستاذ احمد سؤال مهم جدا نفرد له حرقة لانه ده من المؤثرات في تركيل الشخصية بتاعة الاطفال وبيبقى الناس مش وقدين بلهم تبتدي الاولاد يتأثر وتأثر شديد وبعد اثص العلاقات الانسانية ما زلنا بنتحدث على اثص العلاقات الاسرية على بناء عقل على تطويره مش فكرة التطوير من مبدأ التنمية البشرية ولكن من مبدأ التنمية المخية للخلايا ومراكز وكيميا وكهربا وتموجات الفا وبيت أو فيت وغيرها من الامور اللي موجودة بتتألف من خلال علاقتنا مع بعض اشوفكم يوم الجمعة القادم ان شاء الله نكمل كلامنا اترككم في رعاية الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة